الدولة الإدريسية الدولة الإدريسية هي إحدى الدول الإسلامية التي تأسست في المغرب خلال الفترة الإسلامية المبكرة تأسيس الدولة المؤسس لهذه الدولة إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبطة وهو من نسل الإمام علي بن أبي طالب وفاطمة الزهرائي بينما تأسيس الدولة أسس إدريس الدولة بعد هروبه من بطش العباسيين إلى المغرب مراحل تطور الدولة مرحلة التأسيس 172 حتى 829 ميلة تأسيس الدولة وتطويرها مرحلة القوة 829 حتى 859 ميلة فترة استقرار ونمو تحت حكم محمد بن إدريس علي بن محمد ويحيى بن محمد مرحلة الضعف 859 حتى 969 ميلة تدهور الدولة نتيجة النزاعات الداخلية وهجمات الفاطميين دور الأدارسة في التاريخ نشر الإسلام ساهموا في نشر الإسلام في المغرب تجاوز القبلية قاموا بتأسيس دولة إسلامية ذات طابع إدارية التطوير العمراني أنشأوا مدنا جديدة وعززوا التجارة وسقوا النقود أحداث همة الصمود رغم التحديات استمر الأدارسة في الحكم حتى سقوطهم في 985 ميلة الانتقال الحسن بن كانون آخر ملوك الأدارسة لجأ إلى الأندلس ثم قتل على يد المنصور بن أبي عامل في الختام يمكن القول إن الدولة الإدريسية لعبت دورا محوريا في تشكيل الهوية الثقافية والدينية للمغرب العربي من خلال تأسيس مدينة فاسك مركز علمي وتجاري ونشر الثقافة الإسلامية ساهم الإدريسيون في ترسيخ الأسس التي اثرت في المنطقة لعقود لاحقة لقد تركوا إرثا يستمر في التأثير على الحضارة المغربية حتى يومنا هذا